اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاساتذة لكرة الطائرة زي ما لقب هذا الفريق بنتائجه الكبيرة سواء افريقيا او محليا فكان مجلس دات النادي الاهلي شاف انه لابد من يحصل تغيير في الجهاز الفني مع كل التأدير طبعا والاحترام لكابتر محمد مسال حميد والمدير الفني السابق اللي حق مع الفريق بطولات كثيرة فبدأ يحصل يعني زي ما تفاوض مع بعض المدربين مع استعراض بعض السير الزاتية الى ان تم اختيار المدير الفني الحالي منذ تقريبا 3 اربع شهور فرناندو منيوز المدير الفني الاسباني تولى المسؤولية فيها هذا المدرب او هذا المدير الفني في بداية الموسم اشتغل معهم احنا دايما عندنا السياسة في برنامج الابطال احنا دايما بنا ننتظر على المديرين الفنيين بعض الشيء عشان نبتدي نصدفهم على الاقل تكون الرؤية التضح حيث يكون حكمه على الفريق بشكل كبير تضح نقدر نعرف خطته استراتيجيته الفترة الجاي شايفها ازاي بيبقى مهم جدا ان احنا نسيب فترة بعد تولي المدير الفني عشان يكتشف الفريق ويحط له خطة متكملة وبعد كده يكون اللقاء وهنا يأتي اللقاء النهاردة يكون معنا ان شاء الله مستر فرناندو منيوز المدير الفني الاسباني وخلينا اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا لازم تعرفها عن هذا المدرب يعني دايما نادل الاهلي بيدور على المديرين الفنيين نعمل الفرق زي مستر ديفيد ديفيد في كرة اليد كان مدرب منتخب اسبانيا ونفس الكلام بالنسبة للمستر اجوستي بوش يمكن مستر اجوستي بوش لم يعني ما يمرنش منتخب اسبانيا ولكن نجح بشكل كبير داخل مصر ونجح كمان قبل ما ييجي مصر جوه اسبانيا كان مساعد مدرب في برشلونا او ريال مديد حاجة زي كده على ما اتذكر يعني سيفهات بتبقى كبيرة ومحترمة مستر فرناندو اللي من الناس كتير ما تعرفوش انه كان المدير الفني للمنتخب الاسباني على مدار تسع سنوات متتالية من 2011 ل2020 وحصل مع على الكثير من البطولات انا بتكلم هنا على مستر فرناندو من يوز المدير الفني الاسباني للكرة الطائرة الرجال وخلينا استعرض مع حضراتكم مثلا جزء من بطولاته واللي شارك فيها مع او اللي تولى فيها مسألة منتخب اسبانيا يمكن هو ندرب المنتخب اسبانيا زي ما قلت لحضراتكم من 2011 ل2020 خلال تذيبه الاسبانيا دايما في العادي يعني مع اي منتخبات في اوروبا بيسمحه للمدير الفني انه يمسك منتخبه مع نادي مش زي مصر مصر بتشترط او الاتحادات في مصر دي الفلسفة المصرية وكل اتحاد او كل ادارة رياضية بتشوف اللي يناسبها انما في اوروبا وفي اسبانيا تحديدا بيسمحه لأي مدير فني في العلعاب الاخرى انه يمسك المنتخب وفي نفس الوقت يدرب احد الاندية مش لازم تبقى اسبانيا ممكن تكون اندية اوروبية مستر فرناندو تولى مسئولية فريق انكارة توركي خلال من 2013 ل2017 يعني تقريبا خمس سنوات 13-14-15-16-17 تولى المسئولية الفنية اللي فريق انكارة بالتوازي مع منتخب اسبانيا درب كمان منتخب بلجيكا من 2020 ل2022 قبل ما ييجي على طول الى النادي الاهلي يعني هو تاريخه كله مع المنتخبات ومع الاندية كمان درب منتخب بلجيكا خلال تديب المنتخب بلجيكا درب احد اكبر الاندية الاوروبية في الكرة الطائرة رجال وهو دينامو بوخارستا روماني واستمر معهم لغاية 20-23 قبل ما يتعاقد مع النادي الاهلي في نهاية الموسم الماضي النهاردة بنتكلم على سيفي محترم جدا على مدير فني له خبرة كبيرة جدا مع المنتخبات وده النادي الاهلي النادي الاهلي دايما ومجلس ادارته بقادة كابت المحمود الخطيب وطبعا نائب الوزير نائب مجلس الادارة نائب رئيس مجلس ادارة المعالي الوزير العامري فاروق اللي طبعا اكيد بنتمنى له الشفاء وكل مرة هنتبه ندعيله لغاية ما ربنا ان شاء الله بإذن الله يشفي ويعود لنا بالسلامة كل المجلس بالكامل هنا انتعاقد مع الاجانب او التعاقد مع مدير الفنين لابد ان يجي يعمل الفرق ما اجيبش اجنبي او اجيب محترف او مدير فني زي اللي عندي بقى انا ما عملتش حاجة وما ضفتش فاليو للفريق وهي دي قمة الادارة الرياضية او قمة النجاح للادارة الرياضية طيب ايه تاني فاس مع منتخب اسبانيا ببطولات عديدة منها فضيت الدوري الاوروبي في سولفانيا 2011 فاس ببرونجيت الدوري الاوروبي في تركيا في 2012 فضيت دورة البحر المتوسط في تراجونا في 2018 يعني اشتغل مع وطبعا شارك بقى انا بكلم عن البطولات اللي اخدها شارك مع فريق منتخب او منتخب اسبانيا في العديد والعديد من البطولات اللي كانت في خلال هذه الفترة اذا احنا بنتكلم على سي في محترم مدرب له خبرات كبيرة ان شاء الله يستطيع ان يعمل الفرق زي ما عمله مستر يعني ديفيد ديفيد وزي ما عمله كمان مستر ايوستي ده هيكون ضفنا في الفترة التانية ونتكلم معه عن الفرق هنتكلم معه عن كل شيء هنتكلم معه عن الفريق نقاط القوة اللي شايفها الفريق نقاط الضعف ايه الاستراتيجية اللي هو حاطتها هل كل مركز عنده في وفرة من اللاعبين شايف ازاي الدور المصري هنتكلم معه في كل حاجة في كل حاجة هتبقى فيه النصفة التانية من حلقتنا بإذن الله